اشتركوا في القناة 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 لازم نقوله برافو ولازم نحييه زي ما بننتقد دايما السلبيات وبنبقى طول الوقت قاعدين مركزين بشكل غير طبيعي في قلة قليلة كده هتلاقيها على السوشال ميديا مش هجيبها حاجة خالص طول الوقت اللي يكسب زي اللي يخسر هم طول الوقت عايشين على فكرة الانتقادات عايشين على فكرة ان انا هو فين المشكلة فين يعني زي ما بيقولوا كده المشكلة فين عشان نروح نجري وننتقد وكلام زي ده لكن لما يكون فيه ايجابيات للأسف ولما يكون كمان في الألعاب الفردية أو الألعاب الشهيدة اللي انا ما بحبش اقول عليها شهيدة لاني دوري هنا في البرنامج اللي انا بقدمه او اي برنامج بيقدم ألعاب اخرى بيبقى دورنا ان احنا ما ينفعش يتقال على الألعاب الاخرى عندنا ألعاب شهيدة لان احنا وجودنا هنا علشان ما تبقاش ألعاب شهيدة وجودنا هنا علشان نسلط الدوق عليها فلما تبقى عندك منتخب زي منتخب الهوكي اللي بيلعب دلوقتي نهائي أمم أفريقيا مع منتخب جنوب أفريقيا وإن شاء الله يقدر يفوز بالبطولة يبقى لازم تسلط الضوء عليه اتحاد الهوكي من الاتحادات اللي بتعمل زي ما اللي دايما شغالة أو بتعمل يعني زي ما بيقوله في صمت ما تلاقيش مشاكل يعني دايما لما هنجيب خبر عنهم في الغالب يعني هيكون بيلعب نهائي أفريقيا هيكون موجود في بطولة قرية بطولة عالمية الناس دي بتعمل في صمت فيه ألعاب كده انت ما بتسمعش عنها وده للأسف مش صح يعني احنا بنحاول نجيب أخبارهم قبل ما يروحوا البطولات زي أو بنحاول نتكلم عليهم ونوجه لهم الدعم قبل ما يروحوا البطولات وقبل ما يحققوا الإنجازات ما على فكرة مش دورنا انه بس لما يحقق الإنجاز نروحوا نقول الله بص الإنجاز اللي هناك ده بص الهوكي عمل إنجاز طب احنا فين من قبل كده ليه ما صلطناش الضوء عليهم من قبل كده ليه ما قلناش ده احنا عندنا منتخب هوكي بيعمل عظم أواصل لنهائي أفريقيا طول الوقت احنا بنحاول هنا أنا وفريق الإعداد ان احنا طول الوقت نجيب أخبار الألعاب دي ونتكلم عنهم طول الوقت اتحاد الهوكي من الاتحادات اللي زي ما قلت شغال في صمت عنده خطة دايما بيسعى بشكل كبير جدا إنه يحقها مصر طول عمرها كمان رائدة في لعبة الهوكي على مستوى الأندية يمكن كلنا عارفين إن نادي الشرقية من أكتر الأندية اللي فازت بالبطولات الإفريقية وزميل كان قريب جدا إنه يفوز ببطولة أفريقيا الأخيرة ويمكن نتكلمنا عنهم ولكن في الآخر فاز بيها الفريق المصري للطائرات ويعني برضو كان فريق مصري بإذن الله منتخب الهوكي يرجع لنا باك كاس أفريقيا بإذن الله ونفرح بيهم ونحتفل بيهم لإني دي حاجة عظيمة جدا 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 مش بس الهوكي كمان من الحاجات المفرحة منتخب السلاح اللي أخد النهاردة المدلية الدهبية لكاس العالم تحت 20 سنة للفرق وده كان بالمناسبة في سيف المبارزة بعد مفايز على منتخب فرنسا بنتيجة 45-34 في المباراة النهائية بعد أداء رائع على مستوى البطولة اللي بتتلعب في البحرين الحقيقة إن السلاح كمان من الاتحادات اللي بتشتغل عن ناشئين علشان يكون عندها لعيبة كتيرة يكون فيه مستقبل عظيم للعيبة دي في السلاح فبيشتغلوا على ده مع اللعيبة منوهم لسه ناشئين يعني بيشتغل من تحت قوي من قطاع الناشئين وكل الكلام ده علشان أنا النهاردة وطول الوقت بتكلم في القصة دي إن انت لو عايز نجاح مستمر لازم تبدأ من القاعدة من تحت مش اللي هو أنا عايز نجاح مستمر فأنا هركز عندي لعيبة أو اتنين أشتغل عليهم توجيه لهم الدعم طيب أصفرهم بره معسكرات خارجية لا ما هو ده إنجاز مؤقت اللعيبة دي لما هدوطل إنت هتعمل إيه؟ فعلشان يبقى عندك إنجاز مستمر لازم تشتغل على ده من القاعدة من تحت هو ده بداية النجاح المستمر أو الحفاظ على النجاح طبعا اللي حصل النهاردة ده إنجاز جديد يضاف لإنجازات اتحاد السلاح وللرياضة المصرية ويا رب دايما دايما نكون بنتكلم عن إنجازات في الألعاب الأخرى سواء الألعاب الفردية أو الألعاب الجماعية ودايما نكون موجودين على متصدرين إفريقيا ونكون في المحافلة العالمية عاملين مستويات ولا أربع أروع ونكون دايما مع الكبار خلينا نشوف التقرير ده عن السلاح ومنه الفاصل وبعدين نرجع لتفاصيل أخبارنا استنونا تواصل منتخبات مصر للسلاح نجاحاتها في مختلف البطولات التي تشارك فيها سواء على المستوى القاري أو العالمي وحقق منتخب شباب السلاح إنجازا جديدا يضاف إلى سجلات السلاح المصري بعدما توج اليوم بذهبية الفرق ببطولة كاس العالم والمقامة حاليا في البحرين وتوج منتخب مصر بطلا لكاس العالم لسلاح سيف المبارزة للشباب بعدما اكتسح فرنسا في المباراة النهائية بنتيجة 45 مقابل 34 وكان منتخبنا تأهل لنصف نهائي منافسات الفرق بعد الفوز على الكويت بنتيجة 45 مقابل 25 في ربع نهائي قبل أن يحقق فوزا كاسحا على منتخب إسيتونيا في نصف النهائي بنتيجة 45 مقابل 30 وفي منافسات الفردي توج محمد ياسين بذهبية البطولة بعد فوزه على اللعب الفرنسي لينو هيرولن في المباراة النهائية التي شهدت تفوق من البطل المصري ليسجل فوزه بهذه المواجهة بنتيجة 13 مقابل 12 ويتوج بالميدالية الذهبية وكان البطل المصري الواعد محمد ياسين المصنف الثاني عالميا لفئة تحت 20 عاما بدأ البطولة بتحقيق خمس انتصارات من أصل ست مواجهات خاضها قبل الوصول إلى المباراة النهائية متفوقا على لاعب سويسرا والكويت وفرنسا وفي مواجهة قبل النهائي أمام لاعب إسيتونيا وتتواصل إنجازات شباب السلاح المصري ليؤكد قدرته على رفع علم مصر في كافة المحافل القارية والعالمية بداية أخبارنا لكورة السلة من طبعا التظلم اللي تقدم به نادي زمالك للتحاد السلة ضد عقوبة أحمد ياسر عبد الوهاب واللي هي عبارة عن 20 ألف جنيه بعد أحداث طبعا لقاء القمة وكان الاتحاد غرم عمر عزب لعب الأهلي مبلغ 10 تلاف جنيه الزمالك وصل له خطاب مبارح بالغرامة وبعد ما تسلم الخطاب تقدم طبعا باقي التظلم ضد العقوبة في ناس تقولك عدى علماتش فترة طويلة وما بقاش ينفع تتظلم بس الحقيقة إنه ما كانش ينفع زمالك يتظلم على العقوبة إلا لما يوصل له جواب رسمي بالعقوبة خلينا نشوف اتحاد السلة هيعمل إيه الفترة اللي جاية ويمكن كان معينا كابتن خالد القوسي إمبارح قضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكورة السلة واللي اتكلمنا معاه بشكل كبير عن كل ما يخص يعني المباراة القمة واللي حصل فيها والأحداث اللي حصلت في المباراة وإنه اتكلمنا معاه مبارح يعني للناس اللي هي ما شافتش الحلقة اتكلمنا مع كابتن خالد القوسي مبارح في فكرة إنه أحمد ياسر عبدالوهاب غلط أغلط بس أحمد ياسر عبدالوهاب اتعاقب مرتين ولكن عمر عزب اتعاقب مرة واحدة اتكلمنا معاه في كل القصة دي قاله هو زمالك لحد الوقت ما بعتش تظلم ولكن الزمالك النهاردة بعت تظلم فخلينا نشوف قرار اتحاد السلة قبل طبعا بعد التظلم ده خلينا نشوف هيكون الموضوع إيه ولكن اتكلمنا في كل محدش يا جماعة ينفع يقول على الغلط إنه صح علشان احنا كده نبقى بنتكلم فعلا موازي ولكن احنا بنقول تكافؤ الفرص ماشي أحمد ياسر عبدالوهاب مقدرش يزبط انفعلاته فغلط فحصل إنه تعاقب جوه الملعب فنيا طبعا بالفاول اللي كان من رمية واحدة وبعد كده استحواز دي الأهلي واللي غيرت مصار المباراة تماما والنتيجة تغيرت بالكامل ويمكن اتكلمت مع كابتن خالد القوسي في القصة دي مبارح وقلت له إن الخطأ اللي اتعاقب به أحمد ياسر عبدالوهاب غير مصار المباراة بعد ما كنا كسبانين 85 82 خسرنا وكان باقي خمس ثواني خسرنا 86 85 فالخطأ أو العقوبة اللي جات على أحمد ياسر عبدالوهاب نتيجة خطأه غيرت مصار المباراة تماما ولكن اتعاقب مرة كمان ماديا ولكن عمر عزب لعب النادي الأهلي اتعاقب مرة واحدة ماديا وما تعاقبش فنيا أثناء المباراة فاتكلمنا مع كابتن خالد القوسي بمبدأ تكافؤ الفرص وطبعا كان الراجل يعني استقبل الموضوع بصدر راحب جدا وكعادة اتحاد السلة كله أنا استضافت منهم ناس كتيرة جدا مهما تبقى بتتكلم معاه في مشاكل زي ما كان برضو معينا كابتن طلبة نائب رئيس الاتحاد واتكلمنا معاه لما كان مباراة نادي الزمالك أول مرة في النادي الأهلي وحصل إن عدد كبير جدا دخل الصالة ما بين أعضاء وأرايب لعبين وي 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 فده قد أولوية أو ما كانش فيه تكافؤ فرص إنت النهاردة قلت المباراة من غير جمهور فجأة رحت لقيت في النادي الأهلي أرايب لعيبة وأعضاء ولعيبة قدامة من كرت القدم فصلت ملت مع كل تسقيفة من كل واحد يبقى أنت كده محققت ليش مبدأ تكافؤ الفرص وإنه اتكلمت مع كابتن طلبة وقتها إنه ليه ما فيش كشف بأسماء تروح من النادي ده والنادي ده فيبقى أنت كده محقق لي تكافؤ الفرص سواء المباراة في نادي زمالك أو المباراة في نادي الأهلي يعني دايما مش لازم علشان إن أنا عندي تساؤل أو حاسس إن أنا مظلوم في جزئية معينة من قبل اتحاد معاني بقى أنا هجمه أو أطعه طب إيه الوحش في إن إحنا نبقى بنستضيفه وبنتكلم معاه وبنسأله عن كل تساؤلاتنا وبنكلمه في تساؤلات الجماهير بالعكس يا جماعة الرياضة عبارة عن مكسب وخسارة الرياضة عبارة عن روح رياضية الرياضة بتعلمنا تهذيب لأخلاقنا إن إحنا نتقبل المكسب نتقبل الخسارة نتقبل جميع وكهات النظر نعرض تساؤلاتنا بمنتهى الزوء والأدب واللي قدامنا يرد علينا بصدر رحب هي دي الرياضة وهي دي أساسا سيبك بقى من الرياضة لازم نتقبل فكرة وكهة النظر وكهة النظر الأخرى ونتقبل فكرة وكهات النظر كل وكهات النظر الموجودة بلاش فكرة إن أنا عندي مشكلة مع التحاد عندي مشكلة مع نادي فأطلع أهجمه أطلع أشتمه أطلع أغلط فيه فأنا كده جبت حق النادي لا على فكرة مش هبقى جبت حق النادي النهاردة لما اتكلمنا مع كابتن خالد القوسي إنبارح النهاردة ندي الزمالك تقدم بتظلم إن شاء الله يتنظر في التظلم وتكلمنا وقلنا ووضحنا كل حاجة وتساؤلات الجماهير وتكلمنا في إن كده الزمالك تظلم وإن أحمد ياسر عبد الوهاب تظلم لأنه مش تظلم عشان اتعاقب لأنه غلط لأ اتظلم لأنه العقاب بتاعه كان مضاعف عن عقاب لاعب الأهلي يا جماعة نحاول نتقبل وجهات النظر نحاول نعرض رأينا بقريحية نحاول نتكلم بالراحة فكرة إن أنا عندي مشكلة مع اتحاد أو مع نادي أو مع لعب هبقى اطلع عشتم في الاتحاد واللعب والنادي فأنا كده خدت حقك لأ ما خدتش حقك لأن في بعض الأوقات لما بعض الناس بيعملوا كده بدون ذكرى أسماء على فكرة ممكن تخلي الاتحاد أو أي حد يبدأ إنه هو يضطهد يبدأ إنه هو يتعامل وده حصل قبل كده على فكرة يبدأ إنه هو يضطهدك يبدأ إنه هو الدنيا ما تبقاش أسع الحاجة فيحصل شد وجذب ده يأثر على فريقك مالوش لازمة الأحداث دي كلها إحنا بنتكلم وبنعرض وبنقول إذا ملك تظلم واللعب تظلم لما بقول اللعب تظلم عشان أنا بس ضد فكرة إن يقول على الغلط إنه صح أحمد ياسر عبدالوهب غلط أغلط ولكن اتعاقب مرتين ولعب الأهلي غلط أغلط بس اتعاقب مرة واحدة هو ده اللي أنا بتكلم فيه لكن منفعش أقول أحمد ياسر عبدالوهب ما غلطش يبقى أنا كده هنا يعني بتحك على المشاهدين وأنا تعوت إني آه أنا زمال كوية جدا وتربيت جوه النادي ده لكن دايما بحكم عقلي دايما لما بتكلم بتكلم في الجزئية اللي ليه حق فيها ماينفعش أطلع أقول أحمد ياسر عبدالوهب ما غلطش إذا كان أحمد ياسر عبدالوهب نفسه عارف أنه غلط لكن أنا اللي بتكلم فيه إن أحمد ياسر عبدالوهب غلط ولكن اتعاقب مرتين ولعب الأهلي اتعاقب مرة واحدة نعرف حقنا فيه ونتكلم فيه فين ونتكلم فيه علشان ما نضيعش حقنا في النص لازم تحكم عقلك لازم لما تكون عندك تساؤل عند اتحاد أو عايز تعرض وكهة نظرك أو تتكلم في الحق اللي ليك تعرضه بمنتهى الهدوء تعرضه بمنتهى الأرياحية يا سلام لو جبت الطرف اللي انت حاسس إنه هو ممكن يكون مدكش حقك بالكامل ولو حتى غصبه عنه زي ما كابتن خالد القوسي بيقول الحكم ما شفش لعب الأهلي ولكن كتبنا في التقرير تاني يوم إنه لعب الأهلي عمل كذا أي أن كان تعرض وكهة نظرك ويا سلام لو قدام الطرف اللي انت عندك اختلاف بعف وكهة النظر أو عندك مشكلة معاه أو حاسس إنه مدكش حقك بالكامل وهو ده اللي كان دير بيني وبين كابتن خالد القوسي أمبارح وبحييه على ساعة صدره وبحييه على إنه آه الزمالك قال إن الزمالك الجزئية دي جت معاك ده لأن الحكم ما شفش أي أن كان أي أن كان رده ولكن رده كان بمنتهى الاحترام وإحنا كان كلامنا بمنتهى الاحترام وكان أنا ليه وكهة نظر على فكرة أنا وهو كنا مختلفين في وكهة النظر ولكن أنا كان ليه وكهة نظر وهو ليه وكهة نظر ولكن كنا بنتعامل مع بعض بمنتهى المهنية والاحترام والتأذير وسعة الصدر لأنه هو ده الطبيعي اللي اختلاف في وكهة النظر أو اللي اختلاف في أن أنا الصح وانت الغلط لازم يبقى بمنتهى الهدوء والأريحية والاحترام علشان تقدر تاخد حقك تعرف حقك فين بالزبط وتاخده لسه مكملين مع الفريق الأول لكرة السلة بنيدي الزمالك واللي بقى جاهز لمباراة سبورتينج اللي هتتلعب بكرة الساعة ستة مساء على صالة الزمالك في الجولة التلاتاشر من دوري السوبر الفريق اتدرب النهاردة التدريب الأخير قبل المباراة عارفين طبعا أن الجهاز الفني بدأ الاستعداد للمباراة بعد الفوز على سموحة بنتيجة 83-78 فريق السلة ليس ليه ماتش واحد بس في الدورة وهيكون مع مصر للتأمين غير مباراة بكرة طبعا كل التوفيق لفريقنا ان شاء الله يفوز في الماتشين اللي جايين عشان اللعيبة تاخد دفعة قبل مرحلة البلاي اوف طبعا وقبل المشاركة في كاس العلم للأندية واللي هتبدأ يوم 11 فبراير اللي جاي على صالة دكتور حسن مصطفى طبعا كل التوفيق ليهم أنا سعيدة بيهم جدا وحاسة أنهم في انتفاضة اللعيبة بدأت تفوق اللعيبة بدأت ترجع لمستواها بشكل كبير بدأوا يلملموا أوراقهم بدأوا ينزلوا في كل مباراة يبزلوا أقصى مجهود عندهم ويخرجوا بالفوز لسه عندهم أكتر بكتير جدا ولكن دايما لازم أنا محبش التدوير على السلبيات بس وأنه لا بس يعني لسه ما بقوش أحسن حاجة يا سيدي ماشيين في الطريق الصحيح يا سيدي ماشيين بدأوا يلملموا أوراقهم بدأوا يستعيدوا ولو جزء من مستواهم نحمسهم بقى ندعمهم فكرة الناس اللي هي عاملة نفسها جلدين دي وابدأ انتقد 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 لمجرد الانتقاد والظهور ما ينفعش لازم تدعم فريقك لو بتحبوا أصلا هو ده المهم خلينا نروح لأحمد حاتم نجم الفريق الأول لكرة السلة اللي أصيب للأسف بها فيروس كورونا واللي هيغيب ده سببها عن مباراة بكرة أمام سبورتينج الفريق كان عمل مسحة من يومين وكل الفريق طبعا جات نتيجته سلبية الحمد لله ولكن للأسف أحمد حاتم الوحيد اللي نتيجته جات إيجابية كده هيغيب عن الفريق السنائي أحمد حاتم وعمر هشام اللي بيواصل تأهيله للتخلص من إصابته بالعضلة الضمة واللي فعلا إصابة سخيفة جدا ولكن كل تمنياتنا بالشفاء للسنائي سواء أحمد حاتم أو عمر هشام وبإذن الله نكون متواجدين في كاس العالم لا الأندية بقوتنا الدربة رجالتنا كاملين دخلين برجالتنا كاملين والمحترفين ونقدر نعمل مستوى ولا أروع في كاس العالم الأندية وإلمانع أن احنا كمان نعمل مفاجأة بإذن الله بعد وخلصت أخبار كرة السلة خلينا نعرف أهم أخبار الكرة الطايرة فريق الأول لكرة الطايرة بنيدي الزمالك وصل بورسعيد من شوية طبعا علشان يباتوا هناك استعدادا طبعا لها مباراة بورسعيد اللي هتكون في دور الستاشر ببطولة كاس مصر واللي هتتلاعب على صالة المدينة الشبابية ببورسعيد فريق تاهل زي ما عارفين لدور الستاشر بعد ما فاز على الصيد في دور الاتنين وثلاثين بنتيجة تلاتة صفر كمان فريق بورسعيد اتقاهل لدور الستاشر بعد ما كسب كفر الشيخ في دور الاتنين وثلاثين الفريق هيرجع من بورسعيد بعد المباراة هياخد راحة التلات ويرجع للتدريبات مرة أخرى يوم الاربع وده استعدادا لمواجهة دور التمانية ان شاء الله في كاس مصر اللي محدد لها طبعا يوم الجمعة اللي جاية تمانية وعشرين يناير في حالة الفوز ان شاء الله الزمالك هيلعب في دور التمانية مع الفيز من مباراة هليابلس والطيران كل التوفيق لفريق الطيرة اللي عامل مستويات ولا أروع لحد دلوقتي بنتمنى لهم ان شاء الله نهم يكملوا على كده وانهم بإذن الله يفرحونا ببطولة أو اتنين من البطولات المحلية الموسم ده بإذن الله غير البطولات العربية أو الإفريقية خلينا نشوف الدنيا هتوصل معهم لحد فين ولكن حقيقي عاملين مستويات ولا أروع وكل التوفيق ليهم في كل ما هو قادم بإذن الله أما الفريق الأول للكرة الطيرة سيدات بنيدي الزمالك بقيادة كابتن هشام حجاج قرب يستعيد جهود لعبة الفريق دعاء محمد اللي كانت غايبة عن التدريبات الفترة اللي فاتت وده بعد جلسة الإدارة مع الفريق والوعد بحل الأزمات المالية وصرف المسحقات المتأخرة فريق بيواصل استعداداته المباراة الطيران اللي هتتلاقي بيوم الجمعة اللي جاية بإذن الله على صالة الشرقية للدخان وده هتكون في دور الستاشر من بطولة كاس مصر للموسم الجديد الفريق هيبدأ الدور الثاني من الدوري يوم أربعة فبراير مع هليابلس على صالة الشرقية للدخان زي ما عارفين طبعا إن فريقنا كان لها الدور الأول في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد تلاتة وعشرين نقطة بعد ما خلصت أخبار الكرة الطيرة خلينا نعرف أهم أخبار كرة اليد الفريق الأول لكرة اليد با الزمالك واللي اختتم التدريبات النهاردة على صالة النادي استعدادا لمباراة طلاقع الجيش اللي هتتلاقي بكرة بإذن الله الساعة أربعة على صالة النادي في الجولة الثالثة من المرحلة التانية بدوري المحترفين الفريق رجع للتدريبات مبارح بعد الفوز على فريق سموحة بنتيجة ثلاثين ثمانية وعشرين فالمباراة اللي اتلاعبت يوم الخميس على صالة المنافس في الجولة التانية من دوري المحترفين تدريب النهاردة ركز فيه الإسباني أولف الروي على الجانب الفني والخططي خاصة في ظل ضغط المباريات وقوة المنافسة لصعود للمرحلة الأخيرة فريق الكوماندوز هيكون مكتمل الصفوف باستثناء غياب حسن قدية حلاق الإصابة واللعقيبة طبعا عندهم حالة كبيرة جدا من التركيز والإصرار إنهم يفضلوا يواصلوا انتصاراتهم ويحتفظوا بدرع الدوري بإذن الله كل التوفيق ليهم إن شاء الله طيب خلينا نروح لبطولة أوروبا لكرة الياد المقامة حاليا في الماجر وسولوفاكيا واللي شهدت مفاجأة كبيرة جدا في الجولة التانية من الدور الرئيسي بفوز منتخب آيسلندا على فرنسا فرنسا بطل أولمبياد توكيو زي ما حضراتكم عارفين بس المفاجأة كمان ما كانتش في الفوز بس المفاجأة آيسلندا من المدارس العريقة يمكن وقعت شوية أو تراجعت شوية السنتين اللي فتوا ولكن هي أصلا مدرسة عنيدة وعريقة جدا ولكن المفاجأة كانت في نتيجة المباراة تسعة وعشرين واحد وعشرين فارق تمن أهدف مباراة كانت طبعا ضمن مباريات المجموعة الأولى وفي نفس الجولة كمان حقق منتخب الدنمارك الفوز على كرواتيا بنتيجة سمعة وعشرين خمسة وعشرين علشان تتصدر المجموعة كمان منتخب هولندا فاز على الجبل الأسود بنتيجة أربعة وثلاثين تلاتين وكده ترتيب المجموعة الأولى بيتصدرها منتخب الدنمارك المركز التاني منتخب آيسلندا فارق الأهداف عن منتخب فرنسا واللي في المركز التالت وبعدين الجبل الأسود وهولندا في المركز وبعدين هولندا وفي المركز الأخير منتخب كرواتيا كمان المجموعة التانية بيتصدرها منتخب إسبانيا حامل اللقب طبعا قبل ما تشاط الجولة التالتة اللي بتتلعب دلوقتي وفي المركز التاني منتخب نرويج ثم السويد في المركز التالت وفي المركز الرابع الاتحاد الروسي ثم ألمانيا وبولندا الدور الرئيسي في البطولة بيتلعب من مجموعتين كل مجموعة ست منتخبات بيتقاهل الأول والتاني في كل مجموعة بيلعبوا طبعا في قبل النهاء طيب خلينا نروح لأهم الأخبار من خارج نادي أزا مالك والبداية من المنتخب الوطني اللي السلاح لشباب تحت عشرين سنة واللي قفز للمركز التاني في تصنيف الاتحاد الدولي اللي صدر النهاردة منتخب الشباب حقق إنجاز كبير بفوزه بالمدالية الدهبية للفرق في بطولة كاس العالم واللي اختتمت النهاردة في مملكة البحرين منتخبنا الحقيقة قدم بطولة ولا أروع أداء قوي جدا توج بفوز كبير على منتخب فرنسا في المباراة النهائية بنتيجة خمسة واربعين أربعة وثلاثين طبعا يعني السلاح بيبهرنا في الفترة الأخيرة بالتأكيد وكل التوفيق لهم فيه كل ما هو قادم فيه كل المحافل الدولية والقرية نروح للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات النادو المصري اللي أعلنت النهاردة عن قيمة العناصر والطرق المحزورة لعام عشرين اتنين وعشرين باللغة العربية بعد تعريب النسخة الإنجليزية والحصول على موافقة رسمية لأول مرة من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات وعدها باعتماد النسخة المعربة بالمصطلحات العربية الصادرة عن النادو المصري النسخة تضمنت قيمة العناصر والطرق المحزورة ضمن المدونة العالمية لمكافحة المنشطات واللي بدأ العمل بها من أول شهر يناير الجاري وبيتم تحديث القائمة سنويا بعد عملية التشاور مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات قيمة المحزورات شددت على أن الرياضي مسئول مسئولية تم عن ضمان عدم دخول أي عنصر محزور إلى جسده مهم قوي الكلام ده جماعة ومهم أننا نركز فيه بشكل كبير جدا علشان ما نفتقدش لبعض الألعاب أو بعض المنتخبات اللي بنبقى معتمدين عليهم بشكل كبير جدا 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 في أنهم يحققون مدليات أولمبية أو يمثلون بشكل عظيم ويكونوا ضمن الكبار في المحافل العالمية أو على مستوى البطولات الإفريقية كل لعب في لعبة فردية أو كل منتخب في لعبة جماعية لازم نركز بشكل كبير جدا على المحزورات لازم نبقى فاهمين إيه المحزورات وإيه المنشطات وإيه المكملات اللي ما ينفعش ناخدها لازم يكون فيه تركيز كامل جدا من اللعبة مش بس كده لازم يكون زي مثلا ما في رفع الأسقال عينوا دكتور صيدلي دكتور صيدلي علشان يكون متابع بشكل دوري وبشكل دقيق جدا 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 للمكملات اللي اللعبة مثلا في الألعاب الفردية بياخدوها أو المنشطات أو أي حاجة تندرج تحت المحزورات فده مهم جدا 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 أن اللعبة نفسها تركز على ده أن الاتحادات تكون موفرة في الألعاب الفردية بالذات تكون موفرة دكتور صيدلي يبقى فاهم بشكل كبير جدا إيه اللي ينفع وإيه اللي ما ينفعش إيه اللي صح وإيه اللي محزورات ده لازم نركز عليه بشكل كبير جدا يا جماعة علشان ما نقعش في خطأ تاني علشان ما نلاقيش نفسنا خاصة أنه مثلا رافع الأسقال الناس منك كذا يعني هم الناس اللي بتكشف عن المنشطات كل شوية أو بتبعت كشف مفاجئ كل شوية للعيبة أي كان مكانهم فين بيبعتوا الأول يعرفوا هيكونوا متوجدين فين أيام كذا وكذا وكذا وده بيحصل كمان مع لعيبة الألعاب الجماعية بالمناسبة وش الألعاب الفردية بس بيبعت يقول له هتكون موجود فين في الفترة من كذا لكذا وبيبعت عنوان بيته وعنوان المكان اللي بيتضرب فيه علشان هو في أي وقت هيتوب عليه يعمل كشف للمنشطات مفاجئ فمهم جدا جدا أن احنا نركز في ده اسم ركزة معاهم بشكل كبير جدا ما تقدرش تقول بقى هو فيه ايه هو ايه التركيز ده هم عايزين يظلمونا هم هم مستقصادين لا هم مش مستقصادين احنا عندنا سبقة فبالتالي هيكون التركيز معاك انت أقوى علشان انت عندك سبقة فلازم هم نركز في ده بشكل كبير جدا علشان في باريس عشرين اربعة وعشرين ما نفتقدش لأي لعبة بنبقى مؤتمدين عليها بشكل كبير ان هي تحقق لنا مدالية او اتنين او تلاتة كمان زي رفع الاسقال فمحتاجين نركز في ده بشكل كبير جدا ويكون ده اكتر حاجة لفتا انتبهن اكتر حاجة مركزين فيها نتمنى كل التوفيق لكل لعبتنا في الالعاب الفردية والجماعية بالتأكيد طيب خلينا نروح لبطولة استراليا المفتوحة للتنس ومنافسات الرجال واللي بتشهد مفاجآت كبيرة جدا 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 وكان أخي بطولة استراليا المفتوحة وهيلعب ضد الاسباني رفع النادال المصنف طبع الرقم الستة عالميا وهتكون مواجهة قوية مفتوحة في ظل غياب طبعا جيكوفيتش وفادر هتكون فرصة كبيرة جدا 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 هو بيسعلها بشكل كبير جدا ندال خلال البطولة وانا بتمنى له طبعا كل التوفيق انا من مشجعي رفعان ندال بالتأكيد طيب خلينا نروح للبطلة الأولمبية المصرية عبير عبد الرحمن لعبة منتخب مصر لرفع الأسكال الملطقة الدولي الأول لرياضة المرأة العربية هيكرمها خلال فعاليات الملطقة الملطقة هيقام تحت رعاية جامعة الدول العربية بالقاهرة يوم 24 مارس 20 22 واللي بيهدف لإلقاء الدوق على السيدات العربيات اللي حققوا نجاحات في مجال الرياضة وعرض نمازج مختلفة من التجارب النجحة للرياضات العربية كمان هيتم خلال الملطقة تكريم القيادات النسائية الرياضية في مختلف الدول العربية وتكريم اللاعبات العربيات الحاصلات على مدليات أولمبية مهمة قوي الموضوع ده ومهمة قوي أنك طول الوقت تبقى بتركز وبتسلط الضوء على السيدات الناجحات في الرياضة المصرية أو في أي مجال ده بيفرق بشكل جبير جدا 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 لأن المرأة نص المجتمع القيادة السياسية كمان بقت مركزة على دور المرأة بشكل كبير جدا وبقت مهتمة بالرياضة النسائية شفنا في آخر أولمبياد كان طبعا أبو القاسم وهدايا ملك شايلين العالم وكمان جيانا فاروق في حفل الختام في أولمبياد توكيو كانت هي برضو شايلة العالم ده مهم جدا لأن أنا قلت وهفضل أقول بدل المرأة ألف لو عايز تعرف الدولة دي متقدمة قد إي أو مثقفة قد إي شوف بيعمل المرأة إزاي شوف بيهتم بالمرأة إزاي شوف بيستعين بالمرأة إزاي هتعرف من هنا إن الشعب ده مثقف وإن الدولة دي مثقفة وإن الدولة دي متقدمة مش تحيظ للمرأة والله بس هي دي النظرة الطبيعية إن المفروض الناس بتشوف بيها أي دولة بتشوفها بتعامل المرأة ازاي فده مهم جدا 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 ولازم طول الوقت نبقى بنصلت الضوء على المرأة وعلى نجحتها بشكل كبير جدا منتخب مصر الهوكي بيلعب دلوقتي زي ما قلت لحضراتكم مع نظيره جنوب أفريقيا في نهائي قمة أفريقيا اللي بتتلعب في غنى النتيجة لحد دلوقتي واحد واحد وطبعا هنتابع مع حضراتكم خلال الحلقة ان شاء الله نتيجة المباراة منتخب مصر زي ما حضراتكم عارفين اتأهل للنهائي بالفوز على المنتخب الكيني بنتيجة خمسة واحد في نصف نهائي البطولة منتخبنا الحقيقة بقاله كتير ما كسبش البطولة رغم انه ضيف دائم على مباراة النهائي اللي بيسيطر عليها منتخب جنوب أفريقيا ولكن كل الامنيات الطيبة لمنتخبنا انه يقدر النهاردة يحقق الفوز يكون وشنا حلو عليهم ويستعيد اللقب الغايب من السنين ويقدروا انه هم يفوزوا لحد دلوقتي متعدلين ولكن ثقتنا فيهم كبيرة بإذن الله وان شاء الله نكون في نهاية الحلقة بنقول انه هم قدروا انهم يفوزوا بالبطولة الافريقية خلينا نشوف الانفوغراف ده عن مشوار منتخب مصر لالهوكي في بطولة افريقيا ونرجع لحضراتكم مرة تانية اشتركوا في القناة بعد ما خلصت أخبارنا عايز أقول أن لكل قصة بطل والكل بطل حكاية وبطل قصتنا النهاردة البطل الأولمبي كرم جابر أسطورة المصرع اللي بجد يعني كان من أوائل الناس اللي عملت إنجازات محترمة جدا 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 كرم جابر واحد من الأساطير المصرع طبعا اللي عمرنا ما هننساهم على مر التاريخ خلينا نشوف التقرير ده عن كرم جابر ونرجع لحضراتكم مرة تانية لما تحب تتكلم عن تاريخ الرياضة المصرية بشكل عام في الأولمبياد لازم أول واحد يخطر على بالك أسطورة المصرع كرم جابر اللي يعتبر واحد من أعظم الرياضيين المصريين والعرب بالأرقام والإنجازات اللي بتتكلم عن تاريخه اللي كتبوا بحروف من دهب علشان هو أسطورة من الأساطير اللي هنفضل نحكي عن إنجازاتهم للأجيال اللي جاية وبطل من أبطلنا في ملوك الصلاة بطل قصتنا هو أيقونة المصرع المصرية والبطل الأولمبي كرم جابر ابن الإسكندرية اللي تولد سنة 1979 تدى مشواره في الرياضة من سن أربع سنين وفي سن سبع سنين كانت بدايته مع المصرع الرومانية وانضم للمنتخب وهو عنده 15 سنة علشان تبتدي حكاية بطل مصري أولمبي رفع اسم مصر في الفضاء وفي سنة 1997 حقق أول ميداليا في تاريخه وكانت برونزية دورة البحر المتوسط وبعدها الفوز بدهبيتين في بطولة إفريقيا ودورة الألعاب العربية ومن هنا بقى اسمه زي جنيه الدهب في الرياضة المصرية بعدما احتكر الميداليا الدهبية لبطولة إفريقيا السبع مرات وفرد نفسه وبقى الرجل الأقوى في القارة السمراء وفي الفترة من 2001 لحد 2003 وصل كرم جابر للعالمية بلفوز بميداليتين دهب في كاس العالم ده غير الميداليات في البطولات العربية والبحر المتوسط بس في الفترة دي مقدرش يوصل لأولمبيات سيدني 2000 الحلم اتحقق في أولمبيات أثينا 2004 وقدر كرم جابر يفرح المصريين ويفوز بالميداليا الدهبية في المصرع الرومانية اليونانية بعدما هزم كل خصومه وأثبت إنه الرجل الأقوى في العالم ودي كانت أول ميدالية دهب لمصر في الأولمبيات بعد غياب 56 سنة علشان يترفع عالم مصر ويتعزف النشيد الوطني في أكبر حدث رياضي وقررت اليونان منح المواطنة الشرفية بعد الإنجاز الرياضي الكبير كرم جابر استمر في مشوار الميداليات والألقاب والإنجازات وسيطر على الدهب في كل البطولات القارية والعالمية وبقى مالك مصري متربع على عرش اللعبة في أولمبيات لندن 2012 كرم جابر كان قريب من تحقيق الميدالية الدهبية التانية في مشوار الأولمبي لكن خسر في المباراة النهائية بخطأ تحكيمي من بطل روسيا وحقق الميدالية الفضية كرم جابر رفض عروض كتير للتجنيس حباً في مصر وفضل يلعب باسمه تحت علم مصر وكان نفسه يلعب في أولمبيات ريو دي جينيرو 2016 بس تعرض للإيقاف لمدة سنتين علشان ما عملش تحليل منشطات وضع حلمه في المشاركة الأولمبية للمرة الرابعة وبعد مشوار طويل مع المصرع والميداليات قرر كرم جابر كتابة السطر الأخير في مشوار بطل مصر أولمبي مليان بالإنجازات والألقاب والميداليات بكل ألوانها هيفضل كرم جابر أسطورة وأعظم رياضي أولمبي في تاريخ مصر وبطل القصة في المصرع على مر التاريخ كرم جابر واحد من أبطالنا اللي على مر التاريخ عمرنا ما هننسيهم ولا عمرنا هننسى الإنجاز العظيم اللي هو حققه بالتأكيد عندنا أبطال عظماء جداً وأساطير في الألعاب الفردية رفعوا رأسنا في كل المحافل القرية والدولية وأكيد كمان في الألعاب الجماعية أبطال تكون خلصت أخبارنا خلينا نطلع لفاصل وبعد الفاصل نستقبل ضفنا الأستاذ أحمد الأحمر الناقد الرياضي وحديث عن كل ما يدور في ساحة الرياضية في الألعاب الأخرى ولكن بعد الفاصل استنونا عودة لي حضراتكم مرة أخرى ومنورني ومشرفني النهاردة النقد الرياضي الكبير اللي الكلام معه دايماً مختلف ومش قريبي عشان برضو للتوضيع كل القناة النهاردة دعنا نورني أحمد الأحمر كل القناة النهاردة عمالين يقولوا إيه دا أنت جايب أحمد الأحمر يا جماعة النقد الرياضي يا جماعة النقد الرياضي أحلف لهم أيوة إنتي النهاردة لو جايب أحمد الأحمر طبعاً هيقباليها منور الدنيا دا نوري كوانا السعيدة ويكون موجود معاك يعني دا ساعة دايماً والله خلينا في البداية كده نبدأ بمنتخب مصر للهوكي شايف أداءه إزاي النتيجة لحد دلوقتي لو الشباب بس يأكدوا علي في الكنترول النتيجة لحد دلوقتي واحد واحد شايف أداء المنتخب أصلاً من بداية البطولة سعيدة هو يعني لازم نقول في ظل الظروف اللي وجهته قبل الصفر دي حاجة تتحسب لللعيبة دا تتحسب للجهاز الفني اللي موجود معاك خلينا نوضح الظروف أه طبعاً كان عندهم أزمة لحد قبل الصفر بـ 48 ساعة ما كانتش فيه فلوس السفرية نفسيها كانوا يدوب حاجزوا الطيران فقط لغير لا حاجز القوتيل أكدوا عليه ولا البوكيت ماني بتاع اللعيبة حتى اللبس كان صاش ريف كماله وعيس الاتحاد طلع وقال الكلام دوت كان عندهم مشكلة كبيرة جداً في اللبس للأسف منتخب مصر الهوكي مسافر بطولة أفريقيا بيمثل مصر مسافر بلبس يعني هو أقل للأسف مش على المستوى اللي هو كان بيأمل أنه يكون ببعثة مصر دا كله بسبب تأخر الدعم ما فيش دعم يوصل لهم طيباً من شهر 6 اللي فات فيش دعم روح للاتحاد الهوكي وكايم مفروض فيه دعم يوصل في شهر عشرة ودعم في شهر يناير دا ما وصلش دا من الوزارة يعني؟ بالتحديد يعني تأخر الدعم اللي موصل لهم فسافروا طبعاً كانت معاناة قبل السفر وكان فيه مناشدات ومحاولات هو بيحاول يلاقي أي دعم عشان بعثة منتخب مصر سافر البطولة في ظلهم مسافرين في الظروف دا وفي الحالة اللي كانت قبل السفر واللعيبة حسد ما فيش معسكر عملوه كانوا هنا موجودين هنا في اسماعالية بطمأنوا في اسماعالية هنا معسكر قبل البطولة معسكر عادي يعني ممكن أي فرقة بتلعب دا ويبطور تعمل معسكر زي دا ما عملش متشاط ودية كل دا راح البطولة البطولة فيها ست منتخبات مشاركين في غانا يقدر يوصل للنهائي تقعيباً أنا لحد قبل ما نبتدي كانت المباراة واحد واحد الشوط التاني فده طبعاً حاجة يعني تحسب للعيبة دا نتمنى إن شاء الله أنهم بلعبوا منتخب كبير منتخب جنوب إفريقيا منتخب مسيطر دايماً على يعني إحنا على مستوى الأندية نادي الشرقية عندنا ونادي الشرقية اللي هو الشرقية زأزيق والشرقية للدخان هم اللي دايماً كانوا مسيطرين على ويمكن على مسؤال عنديها بالزبط كمان إنه مصر للطائرات مصر للطائرات حد البطولة والزمالك كمان بيدخل فإحنا على مسؤال عنديها مسؤال لكن على مسؤال منتخبات جنوب إفريقيا لمسيطر لمبارا دي ليه بقى يعني ليه ست نهائيات تقريباً وراء بعد مصر وجنوب إفريقيا بيوصلوا وفي الآخر جنوب إفريقيا بتتفاوق جنوب إفريقيا عندها لعبة محترفة كتير عندهم لعبة محترفين كتير جداً فده اللي بيفرق معهم وهما متفاوقين في الجزئية دي تعالى مسؤال منتخبات عكس الأندية إحنا أنديتنا بتبقى أعلى منهم دايماً يعني جنوب إفريقيا منتخب كبير فإنت بتلعب النهضة ووصل معه الواحد واحد ده نتمنى أن ربنا يوفق اللعبة ويضروا إن شاء الله يفوزوا باللقب وصول إن انت تفوز باللقب تتأهل كاس عالم للهوكي يعني الفائز بيوح كاس عالم للهوكي فيعني حاجة مهمة جداً السندي كاس العالم السندي اللي في الهند تقريباً إحنا بقى سنين ما تأهلناش لكاس العالم فنتمنى إن شاء الله أنهم يدوروا ويوفقهم النهاردة يفوزوا باللقب ويتأهلوا كاس العالم طيب نروح لفريق السلة وخبر تظلم على عقوبة أحمد ياسر اللي الزمالك بعد تظلم النهاردة وده على العقوبة اللي تمت على أحمد ياسر عبد الوهاب بعد مبارات القمة شايف الموضوع إزاي أصلاً من أوله بقى أنا هرجع لللي انت كنتي بتقوليه في الإنترو اللي انت بدأت بها عشان عجبني اللي انت قلت جداً جداً لا 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 عجبني جداً تهينا في قناة نادي الزمالك المفروض إن هي بتدافع عن لعيبة نادي الزمالك بتدافع عن نادي الزمالك لكن انت قلت حقيقة وبعد كده خدت حق نادي الزمالك بعدها الحقيقة أن أحمد ياسر عبد الوهاب أخطأ تصرف خطأ كابتر عيسر عبد الوهاب مدارب عبد الوهاب نادي الزمالك وده نجله المفروض يكون ليه وقفة معاه في الموضوع ده هو نفسه غلطه الموضوع احنا بنتكلم في حاجة تانية الموضوع غلطان لكن في حاجة في عقوبة هنا ده فعل أخطأ وده فعل أخطأ الحكام والمواقبين قالوا ده أخطأ وده أخطأ في لقطة الفيديو جابت أحمد ياسر ولعيب الأهلي لقطة الفيديو ما جابتوش لكن التأيير إيه؟ تعال حاكم جابه لما تطلع عقوبة يعني في حاكم أشافته في حاكم أشافته لما تطلع عقوبة لازم يبقى العقوبة متساوية خصويا أنت ما قلتش فعل أكتر من فعل أو فعل غير فعل يعني مثلا مش جينا قلنا ده عمل إشارة وده ضرب مثلا أو ده عمل إشارة وده عطرت بشكل غير لوقت لا هما الفعلين تم زيكون من هما شبه بعض يبقى إذا لازم العقوبة طبها زي بعض بعض حاجة كويسة من اتحاد السلة احنا بنتقل اتحاد السلة ولكن حاجة كويسة أن هما منعوا اللعيبة أن هما يلعبوا إلا ما يتم بسداد الغرامة فأنا شاف أن خطوة نادي الزمانك خطوة كويسة سحمد ياسر لعب المباراة اللي وراها على طول المباراة الجاية لا لعب مباراة سموحة المباراة الجاية يبقى فيه إقاف لو عشان ما تدفعتش الفلوس لكن هو لعب مباراة سموحة لفاتت رعكات العقوبات لسه ما ظهرتش إنما دي العقوبة الغرامة المالية لما طلعت فلازم تدفع الغرامة عشان الاتنين يلعبوا فيه ناس قالك أنه طب نادي الزمالك ما تظلمش ليه نادي الزمالك أول ما وصلته لعقوبة رسمية أنا مش هينفع تظلم على الكلام اللي ما بقعتني شافعي طبيعي لما بيتبقتلي العقوبة رسمية خلاص أنا ببدأ أتظلم هتظلم على أي ما يمكن يبقتلي عقوبة تانية وممكن ما يجيليش عقوبة وممكن ما يجيش خالص لازم فيه بعد القرار الرسمي لأقدر أخذ قرار بتاعي قبل القرار كل ده كلام اجتهدات ممكن أنت الصحاب بتطلع أي حاجة ممكن فينا يطلع قرار بحاجة تانية فهو الزمالك إخاذ الطريق القانوني والطريق الشرعي إن أنا جالي عقوبة بتظلم عليها أنا بطالب وكمان الزمالك مش بيقول أنا بنفي أو العقوبة كتير لا بيقول لك أنا عايز مسواه العقوبة هنا زي هنا فأنا أعتقد أن خطوة الزمالك خطوة كويسة جدا مع المساعدة تعمل إزاي بقى خلاص يعني هو الموتش خلص يعني أنا النهاردة هي المشكلة على فكرة مش في أن أنا هدفع 20 وعمر عزب هيدفع 10 هي المشكلة مش في كده بس هي المشكلة أن أنا خدت خطأ فني في المباراة الخطأ الفني ده غير نتيجة المباراة بالكامل لما ديت على لعب الزمالك أثناء المباراة لما كنت كسبان 85 82 وبقي خمس ثواني وروح تعمل فاول من رمية واحدة لصالح الأهلي وبعدها استحواز الأهلي جاب منها سلسة فبالتالي الأهلي كسب 86 85 ده هتحلها ليه إزاي هتخفض العقوبة مثلا هتخليني أنا عشرة ولعب الأهلي عشرة لا الخطأ الخطأ اللي نتكبه أحمد تسبب فيه الواقع اللي حقا ده حقيقي وأحمد غلط أنا بتكلم بقى الخطأ الفني اللي هيعوضني عن نتيجة المباراة لا ده خطأ فني خلاص الموضوع امتهى يعني إحنا شوفنا في كورت القدم لما ماردونا جاب جون بإيده وها بس الموضوع خلص كاس عالم كاس عالم وخد كاس عالم فلا هي أخطاء الفنية صعب أن هي تكون فيها دي أخطاء داخل الملعب تبقى خطأ حكم أو خطأ فني حصل من الحكم صعب أن أنت ترجع فيه إحنا شوفنا في كاس أومي الأفريقية اللي حصل في مباراة تونيس ومالي إيه اللي حصل نتيجة المباراة خطأ من الحكم وده خطأ فادي حصل من حكم المباراة لا اللي ما حسبش عنها عند 85 مباراة دهوا نها مرتين وأنا مش عاجة الأخطاء الفنية بتاعة الحكام اللي تبقى في المباراة دي صعب ما شوفناش وقعة تقريبا في الرياضة وللأسف أن الموضوع أثر على تونيس بعد كده هي الفكرة مش في المباراة بس يعني التونيس بعد كده الدنيا أكيد طبعا الطريق بيطاح تغير من اللي يتواجه مين وتوحد الطريق الثاني التحاد صعب ممكن الاتحاد يعاقب الحكم عنده داخليا ممكن يتخذ خرارات ضد الحكم يعني عندما تيجي التبعي بعد كده مثلا فيه حكم بتعمل أخطاء أي التحاد لا ما بيعلنش سيجي تبصي على الحكم بعد كده تلاقيه بدأ يبتعد عن المطشط كتير جدا بدأوا يهمشوا بدأوا ما دلوش مطشط هو ده العقوبة بقى لهم بيقدروا ياخدوها لكن إن هم ياخدوا عقوبة معلنة ضد حكم أخطأ في المباراة طببة صعبة لأن الحكم في النهاية هو قاضي وفي النهاية بشر القضاء عادل وكل حاجة بس ممكن أخطأ خطأ بسيط عشان كده الخطأ البسيط دوت دايما يبهم ليهم عقوبة معه عقوبة داخلية لكن لو أعلنتها الحكم ده مش هفتعمل مع لعيبة مش هفتعمل مع مدربين مش هفتعمل مع جمهور هيببه دايما فيه أول إعلام حتى مش هفتعمل معه فيه إعلام متحيز لكل نادي مش هفتعمل معه فلازم دايما بتبقى العقوبة عقوبة سرية داخلية بيتلاحظيها بلا ما تلاقي الحكم ده إذا هو الحكم ده مختفي بقاله خمس ست مش هفتعمل مع الحكم يعني خمس ست جارات مش موجود ليه هندي يتبقى العقوبة بتاعته ونهما بيضاء يتبقوا عليه يبدأ مثلا لو فيه هو راح حكم قري أو حكم دولي يبدأوا يا ما يبعتوش في القيمة الدولية في القيمة القرية على حسن كل التحديد ده السؤال اللي أنا سألته لبشموانس خالد القوسي مبارح وهو معي قلت له طب هي الحكم بتتعاقب يعني يعني الحكم لما بيخطئ بيتعاقب قال لي آه طبعا بس ده مش بيعلن للناس أنا مينفعش يتم الاعلان عن العقوبة اللي جات على الحكم لأنه ده مش في صالح مش في صالح اللعبة الأنصر ولا في صالح اللعبة ولا في صالح المؤسسة بالكامل ده دي حقيقة لو علنت يعني الحكم نفضل نور ده أنا حكم أخطأت والخطأ بتاعتها سبب في تغيير نتيجة مباراة وأعلنت أن الحكم ده تخذ غرامة خاص من مستحقاته أو إطاف أو إطاف أي حاجة تمام أو أنا نزلته من الدرجة أنه يحكم المحترفين نزلته للدرجة الأولى أو التانية أو يحكم ناشئين الجمهور هيتعامل معاه إزاي لما يرجع تاني أو هو لما يوح يحكم مباراة لنفس الفريق يعني مثلا أنا حكمت هو بيحكم محترفين وعقبته هنزل لحكم ناشئين هتلاقي الناشئ بيتعامل معاه إزاي هتلاقي اللعيب اللي في الدرجة الأولى بيتحكم معاه إزاي وعايف أنه هو غلطان إنما لما بتبع قوبة داخلية وسرية لا يعلن عنها بالذات في الحكام ضع في مصلحة اللعبة وفي مصلحة الحكام وحماياتاً ليهم هم من حاجات كتيرة جداً ممكن تخش فيها ملفات تتفتح معاك واشتعرف تتعاملي معاها صحيح ماحنا بنشوف حكام يعني فيه مطشط بتبع فيها حالات جدلية غير طبيعية وبتغير نتائج المباريات ألعاب بعض الناس بتختلف عليها يعني حتى في وجود الفار بتلاقي ألعاب الناس بتختلف عليها صحيح في توكيو في كاراتي أفتكر بمطش كان لجيانا أو جيانا فعو جيانا اللعيبة الحكام اللي كان موجود وهي طلبة الحكام اللقطة الفيديو تتعاد واللقطة يعني الحكام اختلفوا عليها وفي النهاية حكام ألوأو حكام ألوأو وحكم فايسل وحكم عربي مغربي للأسف الشديد هو اللقطة مش بتعيث وخسرت جيانا ومتأهلتش للنهاية بسبب حقيقة من وجهة نظر كل الناس الحكم الفاصل ده وتأخطأ في التقييم اللي هو الحكم الأخير أخطأ في التقييم بتاع اللقطة ودت جيانا فروق من اللي هي تلعب على دهب لعبة على برونز وأولمبيات ده وأولمبيات وإيه ده أولمبيات القراراتية ودخل ومش راجع تاني هي أول وأخر مرة يعني الجيانا كانت ممكن توصل إن هي تاخد ميداليا دهب مش مكتوبة لها خلق صحوه ده نصيب وخضاء وخضاء الحكم ده حصل مع ايه هالفكرة الحكم دوت من كبار الحكام في أفريقيا وفي العالم اللي كان موجود الحكم المغربي اللي حصل مع القرار أو العقوبة اللي اتأخذت معاه دي حاجة داخلية بعضهم دهوش علانه عنها عشان ما يباش فيه مشاكل أنا ما جيش كدولة أو كنادي إنما أنا أجي بعد خمس ست منشاط حكم ده ارتكب معاه غلط وتعاقب ورجع تاني يحكم هاجة أعترض عليه مش لاعب هنبدأ بقى كلنا ايه نعترض على الحكم وكلنا نعمل المشاكل هتلاقي الموضوع طيب التظلم اللي زمالك بعت وده تفتكر هيكون لي نتيجة هيكون فيه تخفيض للعقوبة نعتقد دي حاجة ترجع للتحكم التوقعك لا ما عنديش توقع بصراحة لها يعني أنا مع يعني ايه السبب انهم خلوا عقوبة كده أصد الفكرة خلاص هو انت بتتكلم في عمر عزب عشرة أحمد ياسر عشرين ألف ما همش هيتكلم في العقوبة الفنية هي قصة مش في الفلوس هي قصة في ايه الزباية تقول ساوي بس بس ممكن وجهة نظر يعني ممكن وجهة نظر تانية مش وجهة نظر بض ممكن وجهة نظر تانية ده لقطة طلعت في في التلفزيون والسوشيال ميديا كلها شافتها وعملت انما التاني لقطة شافتها حكمة موجودة أو الحكم موجود بس فيه فيديو نزل على فكرة فيه فيديو بس بتاعت أحمد ياسر هي كانت واضحة كانت واضحة يمكن عشان في نهاية المباراة لكن فيه فيديو نزل لعمر عزب برضه اه يعني لا مش مش بس الحكمة أنا بقولك هي ممكن تكون دي اللي تسببت ان فيه فرق اتحاد السلة هنشوف اه ممكن اتحاد السلة الموضوع بسيط يعني لو هو دو عاوز يخلي عادي يعني الامور أنا شايف ان هي هو التصرف من النادي الزمالك كويس انت عاوز بتقول اللي جاي انت بتلعب دوقتي الترتيب مش اكتر لسه جاي عندك البليل أوف سري اللي هيتلعب بداية بعد تحديد الترتيب اعتقد ان هو دو انت بتبص على دو انت بتح المباراة انت هتفرق معك على كل المستوية معنويا وترتيبيا وفنيا هو الزمالك كده كده يعني انا شايف ان هو هيواجه الاتحادي الاهلي اه في دور التمانية يعني الاتحادي الاهلي خاص بس في حالة فوزه في الموتشين اللي جايين ممكن اتبع دي اعتقد صعب لان الجزيرة الجزيرة والاتصالات يعني ايه مركزين في الحتة دي كويس قوي يعني هما الاتنين مركزين هما راحين في حتة معينة ايه رأيك في توقيت تغيير المدير الفني الفريق السلة انت شايف ان التوقيت ده مناسب ولا لا كنا استنينا لنهاية الموسم ولا عشان احنا دخلين عكاس العالم الاندية شفت تغيير المدير الفني في التوقيت ده ازاي انا شايف ان هو قرار صعب وفريق كورت السلة بيعاني من من بداية الموسم واضح جدا جدا ان فيه فرق ما بين الموسم الماضي واللي قبله والموسم دوت فكان لازم اتخذ القرار دوت والقرار ده مهم قبل كاسة عامل الاندية لكورت السلة مهم جدا ان انت تجيب مدير فني جديد ويقدر ان هو يجهز اللعيبة بشكل كويس جدا يقدر ان هو يحفظ الفرقة واللعيبة الجديدة اللي هو هيستعين بها خلال كاسة العالم للاندية فانا شاف ان التوقيت موفق قرار موفق جدا اتمنى ان شاء الله ان يكون فيه بقى صفقات لفريق كورت السلة في ناس زمالي هيتلع من كاسة عامل الاندية ممكن يشوف ان كاسة عامل الاندية ده صعب شوية صعب لازم نبق يعني واضحين ان هو منافسة صعبة الزمالك راح يلاعب لفل مختلف عن مصر وعن أفريقيا لفل الاندية اللي هتلعب فيه فمنافسة صعبة لكن الزمالك باصص على بطولة أفريقيا اللي هتوب هنا في مصر هي دي الحدث المهم بالنسبة لنادي الزمالك لو بيحمل لقابها لما راحفز بيها في رواندا فانت رايح دلوقتي هتلعب كاس العالم بتجرب بتشوف الراجل المديري الفني ممكن ربنا يكرم ونتمنى ان الزمالك يوصل للموباوري النهائية ويعمل نتائج كويسة جدا تشرفنا لكن انا الزمالك باصص للكاس أفريقيا الاندية أبطال الدوي اللي هو هيلعبها الأبطال بطولة الأبطال دي أعتقد هو التركيز عليها في الأساس ومدرب بيها عشان يشتغل لحد بطولة أفريقيا ايه تقييمك لتجربة كوتش في مع الزمالك يعني ناس كتير قالك في البداية الراجل سيفي تقيل الراجل السيفي بتاعه كويس جدا يمكن أتقل كسيفي يعني يمكن أتقل من أجاستي ولكن في الآخر الراجل آه صدفه طبعا في النص مستحقات متأخرة إقافات إصابات رحيل بعض اللاعبين صدفه حاجات كتير في الطريق ولكن قيمت تجربته ازاي برغم من تقل السيفي بتاعه زي ما بيقول مش شرط ان يبقى المدارب سيفي بتاعه كبير ان هو ينجح في كل التجربة اللي خدها ممكن تيجي تجربة يبقى هي ما فيش حظ فيها مش موفق فيها خالص يعني في حاجات كده ممكن مدارب يبقى كبير وعنده فرقة كويسة وبيفشل فيها ده بيفكراني بحاجة كان الكابت محمودة بورجيلا ربنا بديل الصحة لما عمل فريق فريق من 2000 ل2002 و44 خد بطولات كتير ده كابتن أبورجيلا هو اللي بدأ يعمل الفريق ده فالفريق ما كان بيخصر فهي كان يطلع يكلم الادارة انا بقدم معي اعتزاري وبعمشي احنا متمسكين به فضلوا 3-4 عمارات في الاخر قال لهم يا جماعة الفريق ده هيكسب لو انا مشيت انا انا الحظ معي مش ماشي هي حظ مش اكتر كيميا بتعمل كلها بتعمل اداء كويس وتلاقي نفسك بتتعذل او بتتغلل وفعلا بعد ما ميش كابتن أبورجيلا الحظ مش قال لهم انا قلت لكم كده هو قال الكلام كابتن أبورجيلا عمل فريق عظيم واداء وكلها بس يعني في حظ في سوق حظ رهيب جدا من قبله فده حصل معي فعلا الكلمة دي دايما بفتكرها يعني الحكاية بتاع كابتن أبورجيلا دايما بفتكرها اه طبعا وبتحصل مع مداربين كميتي مهما كان السيفي تقيل مهما كان أنا يعني أحسن مدارب في الدنيا خلاص كميتي مش راجبة مع الفرق بس هي مش راجبة معها ولازم أن أنا أخو قرار أن أنا أمشي يعني قرار الرحيل كان لازم أنه أمشي وإدارة الزماية كان لازم تاخد القرار ده لأن الأمور كانت تطب صعبة شوية لأعتقد لو المدارب ده فضل زي ما قلت أجوستي ما كانش السيفي القوي لكن هو مشت معها مدارب لسه بيعتبر يعني إيه مش خبراته العالية قوي ومش السيفي الكبير قوي لكن نجح نجح فجيبها عديه مدارب فهي هي بتبقى حظ مع كيميا بتمشي معها مع عناصر بتتوفر له صحيح صحيح كابتن محمد اللي قاني السنة الفاتفة في الطيرة لما راح وعمل موسم مع فرق الطيرة كانوا كتشوف في مشاكل الطيرة عاملة السنة الفاتفة لكن في نهاي قدر يحافظ لحد ما هو إيه الحتة اللي إن أنا بحافظ إن أنا الكاس خدت الكاس وكنت وصيفة دوس في الطيرة فهي ممكن تبقى الظروف بس أنت ماشي مع الفرقة كويس جدا لكن الظروف وإنت نتائجك وحش في حاجة غلط أيوة صح طيب إيه تقييمك للمدير الفني الجديد الأمريكي يعني مش قادرة أخذ منك تقييم كامل لأنه لسه أول مباراة كانت مباراة سموحة يمكن الناس بتتكلم إنه طريقته في التدريب مختلفة شوية فاز بمبارات سموحة لكن نشايف إنه ده وقت كاف يتقييمه فيه لا لا لسه بدر جدا لسه بدر إنه هو يتم تقييمه وتبدأ يتقييمه فيه مثلا من إنه هو يقدر يوصل مثلا لدور قبل النهائي في دور السوبر وتبدأ يتشوفي هو إيه اللي عمله إيه الفرق إيه اللي عمله مع في الزمال وليه مباراة واحدة لازم لسه فيه حاجات هتبان في التكتيج بتاعه في الخطة بتاعه في تقييم اللعيبة هل هيقدر يطلع لعيبة صغيرة من قطاع الناشئين في الزمال كيف يتواجدوا مع فيها الأول هل هيقدر يكتشف لعيبة في أي أندية تانية هو شايف إن اللعيب ده كويس يقدر يجيبه هي لسه التجربة بتاعته صعبة جدا إحنا نقيمها دلوقتي يعني إحنا نقيمها المدير الفن السابق بناء على نتائج مرشوات كتير جدا يعني مفيش أحسن من اللي بيحصل ده مفيش أكتر من اللي بيحصل ده صحيح فكان لازم يبقى فيه تغيير صحيح وجستي بوشت نفس القصة بعد تجربة طويلة جدا قلنا أنه هو ناجح وحقق على أرض الواقع حاجات يعني بطولة أفريقيا محدش كان بها توقع أن الزمالك ممكن يفوز بها يعني أقصد محن هو كان يوصل قبل النهائي مثلا الزمالك فاز بأداء كبير جدا أضاء عظيم وده كان عادي بيقرأ المبادك وإزاي ده بان مع الوقت ومع البطولات اللي هو أخذها صحيح طيب مشاركة الزمالك في كاس العلم للأندي حظوظه يقدر يعمل إيه في كاس العلم للأندي الزمالك عنده فرصة عظيمة جدا أنه يكتب تاريخ دي أول بطولة والبطولة بتتلاقي في مصر فرصة ممكن مش هاتتكورر تاني أتمنى أن العيبة نادي الزمالك يكون عندهم الحرص الداخلي والحماس لأنهم يكتبوا تاريخ لنفسهم حظوظ ممكن ما تكونش عالية لأن دي الزمالك لازم نبواقعين حتى مع وجود المحترفين برضو لازم نبواقعين نتمنى أن دي زمالك يقدر يعني يحقق حاجة كبيرة جدا لكن لازم نكونواقعين هنا الموضوع بنوضي الكرة في إيدي اللعيبة أو معاهم أنتوا اللي في إديركم يتعملوا إنجاز كبير جدا وتفاجئونا كلنا وتحطوا نفسكم في التاريخ أو طبها مشاركة عادية للزمالك بصفة أنه هو بطل أفريقيا والبطولة بتتلعب في أرضنا اللي شاركت فيها فهي دي في إيد اللعيبة إيد اللعيبة هي اللي في إيدها ممكن تعمل كل حاجة تخرج طاقات عندهم طموح أن هم يوصلوا على منصة تتويل كاس العالم فدي حاجة في إيد لعيبة الزمالك خاصة لأنهم يعني داقوا حلاوة البطولات والإنجازات الموسم اللي فات سواء في دور السوبر أو البطولة الإفريقية تحت رعاية الـ NBA فداؤوا فرحة الفوس كمان بالبطولات القرية ومشاركتهم في البطولة كاس العالم الأندية هيفرق معهم شكل جدير هنتكلم لسه كمان عن الطائرة واليد ولكن بعد الفاصل استنونا عودة لحضراتكم مرة أخرى ولسه مكاملين كلامنا مع الناقد الرياضي الكبير أحمد الأحمر أحمد خلينا نروح لفريق الطائرة عنده مباراة مهمة جدا في دور الستاشر بكرا إن شاء الله في كاس مصر مع بورسعيد شايف حظوظ الفريق إزاي في إنه يحتفظ باللقب خلينا نتكلم بس عن المباراة دي والحفاظ على اللقب وبعدين نتكلم عنهم بصفة عمية هو حظوظ زمالك طبعا أفضل عنده خبرات أكتر الزمالك بيقدم أداء كويس السنة دي في الطائرة في حدود برضه الإمكانيات اللي أتيحت للفريق من بداية الموسم ومتجهيزه وكده حظوظه أفضل من فيبر السعيد فيبر السعيد فريق جيد على فكرة يعني عمل موسم جيد السنة دي لكن أنا شايف إن زمالك حظوظه أعلى خبرات اللعيبة أعلى في مباراة بكرة وأعتقد إن زمالك هيكون موجود في النهائي يعني الزمالك مرشح لأنه يكون موجود في النهائي بسهولة في البطولة الكاس مصر السنة دي نظام الدوري برضو نظام جيد بيساعد الفرق إن هي تاخد المواضيع تدريجي وتبجهزة بشكل كويس للأدوار النهائية سواء في بطولة الدوري أو في بطولة الكاس نتمنى إن شاء الله إن زمالك يقدم مباراة بيها بكرة يحافظ على المستوى اللي هو ماشي بيه في مباراة من بداية الموسم ويقدر يوصل لدور التمانية في بطولة كاس مصر الكورتة الطائرة ويحافظ على اللقب اللي هو حققه الثاني اللي فاتت يعني كان به نفس الشارسة جدا مع نادي الأهلي مباراة النهائية فده بيأكد إحنا عندنا لعيبة كويسة لعيبة عندها خبرات لعيبة قادرة إن هي توصل بنادي زمالك لتحقيق البطولات اللي بتقمالها كل الجمهير منهم طيب شايف أداءهم بصفة عامة عامل إزاي يعني من بداية الموسم في ناس تقولك أصل الماتشات ما وصلتش للصعوبة الفضيعة لا أصل بس فكرة التعامل مع كل مباراة وكأنها مباراة كؤوس مش بيتعاملوا مع المباراة أنت فاهمني يا أحمد مش بتعاملوا مع المباراة على فكرة إنه أنا هدي كل مباراة على قده ده أصلا ممكن يعمل مفاجأة مش حلو قاعد فأنت بتشوف أصلا تعاملهم مع المباراة إزاي بس أنا قلت لك يعني في بداية الكريمة عن فريق الطائرة إن فريق الطائرة المستوى المباراة اللي بتتلعب حاليا هي مباراة تدريجية نظام الدوري عمل لك نظام تدريجي إن أنت تقدر تتعامل معه شايف إن اللي عبت في الزمانك بتتعامل معه بتركيز موجود عندهم تركيز شايف إن هم عارفين هم عايزين إيه السنة دي دي ميزة كانت يعني ممكن مثلا السنة اللي فيه كان فيه المشاكل أو الحاجات اللي بيعانوا منها في الدوري أصرت على الفريق في مسيرته في الدوري إن هو مفاصش باللقب والمباراة اللي كانت مع الأهلي في النهاية لحسمة اللقب لكن هو السنة دي ماشي تدريجي بيتعامل باحترام مع المباراة والاحترام اللي بيتعامل بين الفريق مع المباراة اللي بلعبها حتى لو هي مباراة مستوياتة قليلة ده بيديكي مؤشر إن اللعيبة لأ مركزة إن اللعيبة عايزة تعمل حاجة واخد مباراة بجدية فيه شكل مختلف أنا حاسس بروح مختلفة فريق الكرة طيعة رغم إنه هو عنده بعض المشاكل اللي كان بيعاني منها تأخذ مستحقاته الكلام ده كان أعطاقنا هي تم جدولتها وفيه حاجات يعني تم تخليل الفتر اللي فاتت للفريق بتتحل مشاكلهم ده شيء كويس جدا لازم الناس تتعامل تبصوا من المنظور ده إذا تشوف أنت المشاكل يكون بلاعبة في الصغير في السنة نتيجة المشاكل هتعمل نتيجة الأشراف بتاعتي ماشية إزاي هتديكي مؤشر اللعيبة راحة فيه لأنا شايف إن المؤشر كويس بتعفية الكرة طاية السنة صحي فكرة إن إحنا كسبنا بورسعيد مرتين في دور التمهيدي من الدولة هيكون ليه تأثير على مباراة بكرة أو لكل مباراة ليها ظروفة خاصة إن ندي مباراة كاس أعتقد إن كل مباراة ليها ظروفة مباراة الكاس بتكون مختلفة وهنا مباراة دي أنا شايف أنه أصعب على الزمالك من مباراة الدولة مباراة الدولة في بورسعيد كان عنده فرصة إنه يعود فيه ويلحق مركز من مركز التلاتة في المجموعة عشان يقدر يوصل للدور التاني يعني في البطولة جي فرصة في بورسعيد إنه هو يكمل في كاس مصر مش هتجيله وفرصة إنه يلعب نادي الزمالك وفرصة إنه تغلب مرتين من نادي الزمالك في وقت قصية فإنه هو عاوز يعود دولة فهي لا المباراة ليه أنا شايف أنه مباراة أصعب مباراة محتاجة تركيز أكتر مباراة مسهلة في بورسعيد مش هيبقى سهل في المباراة وهيبقى ند قوي جداً ونفسه إنه هو يكمل في كاس مصر خصوة إنه تكسبي مطش بخليك يتكمل لي دور تاني إنما الدولة ممكن تخسري مطش يتعوضي في المجموعة عشان تقدر يتلحقي نفسك لا المباراة صعبة وفيه ضغوط كبير جداً هتكون فيها صحيح الفريق لسه محتاج تدعيمات ومحترف وصفقة السوبر لمركز اتنين ولا ممكن يكمل الموسم زي ما كابتن حسن الحصري عايز يكتفي بالقوام اللي موجود ويكمل بين موسم لأنه هو مش يعبره عشان أكمل الموضوع هو بيشوف إنه لو أنا مش هجيب محترف سوبر ودلوقتي إحنا مش لقيين محترف سوبر يبقى ملوش راسم أنا ده بكتبقى لسه أقولك ده يعني هو ده كلامي فأنا بكتبقى لقوامه إحنا حظنا مع المحترفين في الطائرة في شينك يعني كلهم بيطلعوا حاجة صعبة قوي فهو كابتن حسن الحصري بيتكلم كوي صح لو أنا مش هجيب لعب سوبر يفق مع الفريق إبقى ملوش لازمة تفعلوا فلوس لي تمنا تفعلوا فلوس لي وزحها على اللعيبة أسدد مستحقات لعبتي أحط لهم حوافز بالفلوس لي المحترف ده وبيتحسب عليه محترف يا حتى بيقولوله إحنا جبنا لك محترف يعني مع كل التقدير والاحتراف ولأ عيب وبقى كليه في الملعب وحيش حلوة أو مش وحيش شوفه في الملعب بقى وأصلا لأ عيشت القصة دي إحنا جبنا لك محترف أهو كان في محترف حققنا لك كل مطالبك أخي المحترف كان جنسيته من من بولاند يعني مش متذكب تعيبة منين ما عملش حاجة خالص يعني اللي هو كانتاع السنة اللي فاتت متاع السنة اللي فاتت أنا برضو مش فاكر مش فاكر جنسيته بس ما عملش أي حاجة خالص مع الفريق واتحملتي لعيب محترف وتحملتي مشاركاته في الملعب هو ما كانش موجود لعيب بصريق أحسن منه وكتلع لعب ناشئ أو لعب صغير أحسن منه يقدي أحسن منه لأ أنا معايا في الفكرة دي هو أه الفريق محتاج ممكن تجيب له عناصر لو عنصر يكون قوي عنصر إضافة لعيب يكون قوي جدا يقدر يديه في فرطة طائق أه إذا بلك محتاج لكن يكون أفضل من اللي موجود عندك ما تجيبش شبه اللي عندك لو شبه اللي عندي لا أنا مش محتاج أقفل على الفرقة لأن أنا عندي مجموعة كويسة مجموعة كويسة جدا فاللهي يكون أفضل منهم ولعيب مؤثر ويكون إضافة حقيقية إيه ما بلاش بلاش يجيب حد شبه اللي عندي لو شبه اللي عندي طلع من النشئين والعبيهم بالضبط بالضبط طيب نروح لفريق اليد واحتفاظه بسلسلة الإنصارات المتتالية في الدولة شايف ده إزاي؟ هو ده الحاجة اللي بتفرح جوا نادي الزمالك في كورة اليد ده الحاجة اللي مفرحة جوا نادي الزمالك في كورة اليد في منظومة في كورة اليد هي ماشية لوحديها وماشية يعني سبحان الله تحيس إن فيها جينات داخل نادي الزمالك إنها منظومة ماشية حتى فيه مشاكل فيه إزامات فيه في أي حاجة بتحصل هم مكملين تغيير أجيال فيه أجيال بتطلع عليها بتطلع فيه كبار جواwe أسرة كورة اليد في نادي الزمالك أعتقد إن الناس الكبير اللي موجودة جواه أسرة كورة اليد في نادي الزمالك ده لها دور في تواصل الأجيال المستمرiv there نادي الزمالك دايما في كورة اليد هو المتشرح الأول لكل البطلات المحلية والأفريقية فريق كبير حتى مبروح البطولات العالمية كاس عالم الأندية بيباليه تواجد وحضور قوي جدا حاجة مشرفة طبيعي أن الناد الزماني يفضل محافظة على السلسلة دي وأتمنى أن زباك يعمل ريكورد غير طبيعي في الانتصاب بتاع كورة اليد يعمل ريكورد ما حصلش في تاريخ أي بطولة محلية في أي دولة وهم قادرين على دوت بالإمكانيات اللي موجودة عندهم والقدرات اللي بيمتلكها سواء قدرات فنية بدنية ما أن مجلس الإدارة يدعم أكتر وأكتر ويقف ظهر الفريق دوت ويحافظ عليه لأن ده البسمة الدائمة داخل نادي الزماني كورة اليد أكيد الفوز المتتالي بيدي ثقة للعيبة أو بيدي نتيجة عكسية لا لا بيدي ثقة كبيرة جدا طول ما هم بيستمروا في الفوز بيأخذوا ثقة بيأخذوا براء وذلك بيقولك علي أنه في حالة حالة عند فريق كورة اليد يعني ممكن مثلا أي فريق تاني بيكسب 3 أو 4 مطشات أو 5 مطشات تخافي منه غرور كورة اليد في نادي الزماني كيات حطت في حتة تانية أنت بتلعب دائما للفوز موضوع التعاد والخسارة الكلام ده مش موجود في الحسابات عندهم تماما فاستمرار والانتصارات ده اللي بيدي حوافز عندنا مهم ربنا يحميهم عشان يا رب العين احنا ممكن نحسدهم إحنا دي وقت مش قادرين بقى بصراعا إحنا يعني العين تيجي فيهمهم لا مش محتاجين عايزين نبعد عن دل خالص لا يا رب انتصارات دايما في كل الألعاب داخل نادي الزمالك وفرح وإنجازات بالتأكيد انت عارف ان احنا دايما بيبقى معنا فقرة كده بيكون فيديو للاعب سواء يد أو طايرة أو سلة بيكون بقى سواء هدف للاعب يد أو رمية للاعب سلة أو ضربة للاعب طايرة يعني وبس يعني بنبكسل الدنيا شوى عشان اللاعب ما يبنش ونسيب الجمهور يجاوب علينا خلينا نشوف الفيديو ونرجع ناخد إجابات جمهورنا انت بتحاول تشوف صح؟ انا بحاول أشوف يعني بحاول أشوفه بس يعني طيب خلينا نشوف إجابات الجمهور والبداية مع أحمد الدومياطي بيقول أكرم يسري كمان معنا محمد الفشاوي بيقول مساء الخير ينايرا أكيد طبعا ده أكرم يسري أشكرك على كلامك بيقول عندي استفسار وأحمد الأحمر ما بيشاركش ليه لأ المباراة اللي فاتت بس عشان كان في يعني إجهات شوية في كتفه بس إن شاء الله يكون مدوجود من المباراة اللي جاي فارس محمود بيقول أكرم يسري وحب أقوله كمل أحمد مبروك بيقول صباح الفل عليك أشكرك أكرم يسري في بطولة كاس العالم للأندية كمان أخيرا رودي محمود مساء الفل عليك يا رودي بتقول ده طبعا نجم كرة اليد المتقلق أكرم يسري في مباراة برشلونة ببطولة كاس العالم للأندية خلينا نشوف الفيديو الحقيقي ونرجع لحضراتكم مرة أخرى تانية طبعا حلاوة الهدف اللي جابه أكرم يسري أكرم يسري من اللاعبين اللي ما شاء الله هدفين الفريه وماشاء الله وينجرايت يعني ربنا يحميه زي ما الكتاب بيقول يعني حلاوة الهدف لو شفته أنه من الصفر يعني هو جايبه من الصفر هو لم وراء يحيى الدرع وجايب الجن من الصفر وهو بتلعب برشلونة يعني فأنت بتتكلم في حاجة عظيمة يعني طيب للأسف أن منتخبنا خسر من جنوب أفريقيا بضربات الجزاء أو الشاطئ أو تسعني بنتيجة تلاتة واحد للأسف يعني كان في سنة طبعا أن احنا نقول بعد التعادل واحد واحد طبعا معها انتهاء زمان المباراة كان في سنة أنهم يكسبوا ولكن استمرار في يعني النهاية السابع تقريبا نفس السيناريو هيفضل نهائي مكرر طول التاريخ ما أعتقدتش أن فيهم انتخب بيقدر يخش معهم هما الاثنين مصر وجنوب أفريقيا ونتمنى أن يعني هارض راك للعيبة طبعا وأنا بشكرهم بشكر لعيبة انتخب مصر للهوكي بقول لهم أنتوا رجالة وشكرا على أنتوا عملتوا وأن أنتوا قدرتوا توصلوا لدوات برضو أنت توصل مع جنوب أفريقيا أنت تلعب لتشورت أوت حاجة حاجة كويسة يعني أنت كنت في مدية طول المباراة صحيح نتمنى إن شاء الله أن المشاكل قبلتوها تكون تتحل نتم معالجتها نتم معالجتها دي لعبة الألعاب اللي إحنا يعني من أيام الفراعنة بنلعبها لعبة مصرية أصيلة صحيح عندنا إنجازات كبيرة جدا سواء على الأندية أو المنتخبات تقدر تعمل حاجات كويسة جدا شوفنا منتخب الشباب راحل جاس العالم موفقش وكانت نتائج مخيبة للأمال أتمنى أتمنى أن يكون في نظرة كويسة جدا لكل الألعاب والهوكي يقدر أن هو نشوف منه حاجات بإذن الله أستاذ أحمد الأحمر نورتني وشرفتني كنت سعيدة كالعادة بوجودك معي النهار أنا لسعيد موجودي معاك وفقنات نادي الزمالك ودائما متقلقة أشكرك أشكرك ودي كانت حلقتنا مع النقد الرياضي الكبير الأستاذ أحمد الأحمر استنونا بكرة وحلقة جديدة في نفس المعيد من ملوك الصلاة سلام عليكم